هاي الماكيرة سارة حاضرة مهرجان جاية بفلوسها جاية دافعة فلوس ده تاخذ أفضل ماكيرة بالعراق بفلوسها هي هاي المهرجانات لاحد يشذب عليكم تريد تاخذ شهادة أحسن إعلامي روح لهاي المهرجانات ادفع فلوس ينطوك تريد تاخذ شهادة أحسن ماكير روح انطيه فلوس تمام المهم كملي الفيديو بعدين نرجع موضوع الضباط قامت سارة هنانا يمن النشيد العراقي النشيد الوطني تفضل باع شون النشيد الوطني باعه باعه للنشيد انتوا ماذا تسمعون ها صحيح ما نشلت للصوت بس يلا شوفوا النشيد اللي تسمعوا شوفوا للنشيد تمام هنانا قامت سارة ارجعلي على العسكرين هنانا قامت سارة أخذت أفضل خليك هنانا انا اريد اقول الوزير الداخلية اريد اقول الوزير الدفاع تريدون تحلون هاي المشكلة كل السهلة والله كل السهلة اي عسكري شايل رتبة ممنوع يروح حفل او مهرجان او شي برتبة العسكرية ممنوع يروح يحضر هيتش اماكن بدون موافقة من الوزير رح تنحل المشكلة لكن هسه هنانا طابين السادة الضباط وياهم حماياتهم برا واقفين وقاعدين بالمقدمة ومرتاحين ويا ودي هذا طبعا الحمايات رايحة جاية وياهم واحنا مكلفين الدولة فلوس وبانزين ودنيا وهذا على مود سيادة العميد رايح للماكيرا سارا زين طلع وراها منوة اطوني الصورة اللي وراها حتى نختم الموضوع هذا طلع وراها منو اسمع هنانا سعد شي يقول سعد معا يقول حضور بعض الضباط في احد المهرجانات الفنية بالعاصمة بغداد غير صحيح تمام هنا انا يحكي سعد معا بس حكاها راخية ليش لانه هو سعد معا رب المهرجانات سعد معا هو اللي اسس حضور امشي يلا انت ورتبتك روح لا تخلي مهرجان لا تخلي حفلة لا تخلي نادي الصيد لا تخلي مدروين روح يلا فتر هو اللي اسسها هو اللي يشاعها تمام بس هنانا دي جامل السيد وزير الداخلية فقال لها اللي حشايتين خجلانات تمام يقول هنانا قائلا في تصريح متلفز ان البدلة العسكرية مقدسة لكن محبة الناس لمنتسبية الداخلية والدفاع تجعلهم من الناس يكرموهم ومعرف شنو من هذا الموضوع يقول يضيف انه يجب ان نفصل بين حسن النية وسوء النية والحاضرون لم يفكروا بالطريقة التي احدثت كل هذه الضجة يعني يا سعد معن حاضرين ويا سارة الماكيرة وسارة الماكيرة نشيدها الوطني غير شكل يعني غير شكل ويا النشيد الوطني مالتها تمام وتريد الناس ما تاخذ نظرة يا سعد معن يا عيني وانت خائر العارفين بهذه الأمور أمور الماكيرات أمهات الصالونات أمهات مراكز التجميل تمام طبعا مو كلهم هذا النبس اللي يريدني يطق اللي يريدني يعني الناس تعرفهم في شي يساوي وهي ما لها علاقة أنا قلتها بالبداية هي مشتريتها التكريم بفلوسها ترجمة نانسي قنقر